اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان والحقيقة التعليم وتطوير التعليم بقى شيء غاية في الاهمية بالنسبة لكل المجتمع المصري والدولة المصرية بتهتم بي احنا بنتكلم طول الوقت عن نماذج حوالينا يعني بتحاول انها تحاكي كل اللي بيحصل في مسألة تطوير التعليم جوه مصر وبرا مصر نحن النهاردة معينا في الستوديو نموذج للكفاح والتحدي عايزين نتعرف اكتر ونعرف يعني عملت ايه الاستاذ ده مونة مراد وطورت ازاي ادواتها واسلوبها في التعليم صباح الخير عليك يا فندم سوا حنور اهلا بسامر حضر عايزة اسمع من حضرتك الحكاية حضرتك كنت مدرسة رياضيات وبعدين وصلت دلوقتي لمدرب وخبير في مايكروسوفت من هنا الهنا ايه الادوات اللي حضرتك يعني اشتغلت عليها علشان تقدر يتوصلي لدي يعني انا بدأت اصلا بداية ان انا خريجة علوم عن شمس ماس تيتشر في مدرسة خاصة كنت بدرس بطريقة تقليدية كل هدفي هو ان الولاد يجيبوا فول مارك يعني كنت مثال للمعلمة اللي هي كل هدفة ان الولاد يجيبوا فول مارك فطبعا بنحل كتير بنحفظ كتير جدا بنعمل حاجات من شأنها ان انا اضمن ان الولاد يجيبوا فول مارك بعد كده اتغيرت بقى وقلت لا احنا لازم نواكب العصر ولازم نشتغل بطريقة مختلفة ايه اللي خلي حضريك تفكري في كده يعني هل اللي بيحدث عمتا من فكرة تطوير وتحديث للتعليم بصراحة احنا مدرساتنا بايونير على مستوى الشرق الاوسط فجات لنا زيارة من مايكروسوفت فهم شافوني هنا بشتغل وان انا بدرس وكده فعجبهم اسلوبي وقالوا ان احنا عايزين مدرسة جيتوبة معانا تشارك في مسابقات هي فكرة الصدفة ولا كان فيه قرار وتحدي من عند حضرتك لحيك فعلا كنت بتبصي على ده وهدف ليكي ان حيك تكوني مدرسة في مايكروسوفت او تكوني يعني بتوجبي التكنولوجيا بشكل عام وتنقلي من التعليم النمطي للتعليم التكنولوجي يعني النقلة دي كانت صدفة زي ما حيك قلت هي مايكروسوفت جات شافت الادوات بتاعت حضرتك وفكرة طريقة التدريس فمن هنا اتغير المسار بتاع حضرتك ولا كان فيه تحدي عند حيك من البداية لا هو اكيد كان فيه تحدي عندي من البداية لاني بعد ما تقعد تدرس نفس الطريقة نفس الدرس لمدة عشرين سنة اعتقد ان دوت ممكن يقتل فيك حاجة قوية او يوصيبك بالرتابة والملل وفي نفس الوقت الولاد ما بيتكلمش بنفس اللغة دي يعني مش معقول ان احنا الولاد دروقتي نجيبهم ونخليهم يكتبوا ويحلوا يعني احنا لازم نتكلم بلغة مختلفة ونوصل للولاد ده بإستخدام الحاجة حاولت اتقربي لفكري الولاد لكن هو ده ده القصور الحقيقي اللي موجود عندنا واتقد هدير بتتطفق معايا في ده بحكم بقى تربيتها للولاد فكرة بيبقى فيه جاب او بيبقى فيه مسافة ما بين الاب او والي الامر او المدرس حتى كمان والطالب هنا حضرتك بتختصر ده مختلفة صحيح ده صحيح وخاصة الدنيا بتتغير والمصادر اللي موجودة بتتغير وبعدين الحاجات كلها موجودة فور فري وحاجات مميزة جدا وفيها متعة فممكن اوصل اللي انا عايزة باقل مجهود واوصل كمان لنتيجة افضل مليون مرة من الطريقة التقليدية طب حضرتك جوا بقى الفصول الولاد شايفين الموضوع ازاي يعني شايفين الطرق الجديدة في التعليم دي ازاي الولاد طبعا مستمتعين جدا وهم اشتر مننا يعني انا عايزة اقول حضرتك ان انا في مرة كنت مسافرة امريكا ففي في الاجندة كانت كلمة ماينكرافت فانا مكنتش عارفة يعني ايه ماينكرافت فبسأل الطلبة عندي ياولاد انتو تعرفوا الماينكرافت الولاد تطلعوا الموبايلز اه يميز احنا عارفينه وبنشتغل على الاجهزة بتاعتنا وكده فلا الولاد طبعا يعني سابقنا بخطوات سابقنا بخطوات كتير جدا واحنا لازم نتغير علشانهم كمين هو دي دايما يعني كل مهتم بالعملية التدريبية دايما بيبقى شايف يعني اعتقد هيبقى في قصور او خلل لو المدرب او المدرس نفسه شايف ان الطالب اللي قدامه هو اللي جاي مدرس عليه في نظر التعالي هو اللي هيديله المعلومة مش الطالب ممكن يستفيد منه هنا حضرتك كسرتي الحاجز اللي موجوب ما بين الطالب وموجوب ما بين المدرس وفكرة اتعلمتي لغته فعشان كده بقى الموضوع سهل لكن عاوز اسأل حضرتك هنا تحديدا في نقطة تابعا لان دايما ثقافة التغيير بكل بيخاف منها احنا بنتكلم على دولة بتتجه للرقمنة دولة عندها استراتيجية جديدة للتعليم التعليم من خلال وسائل زي ما شوفنا الميتنج زوم دلوقتي اللي ظهر أثناء جائحة كورونا أو التولز المختلفة اللي وضعتها الدولة في استراتيجيتها بنتكلم على التابلت وغيره في كتير من المدرسين وخلينا نتكلم بصراحة ويمكن وزير التربية والتعليم نفسه بيعتارف بده في كتير من المدرسين بيكون عندهم قصور في فكرة التعامل مع التكنولوجي النصيحة اللي حضرتك تقدري تقوليها ليهم علشان يواجبوا المتغيرات دي ونوصل لأسادة متميزين زي حضرتك الناردس هم مش بيرفضوا التغيير هم خايفين من التغيير يعني أنا علشان أغير المسار بتاعي وأبدأ أشتعل بالتكنولوجي عدت مثلا سنة مضغوطة جدا وعصبية ورفضة أني أنا أعمل أي حاجة ورفضة أبدأ بس بعد كده عرفت أنا ما كنتش رفضة أنا كنت خايفة فلو في حد يعني المعلمين المصريين كلهم يعني لو كفاءات أه كفاءات طبعا ولو أتيحت لهم الفرصة أن هم يتدربوا بشكل كويس جدا وأن هم حد يوصلهم ويطمنهم أنا متأكدا هم هيكسروا الدنيا لأن نفس المعلمين المصريين هم اللي قادوا التغيير في كل البلاد العربية هم لما بيطلعوا في أي محفل دولي هم بيفوزوا وبيكسروا الدنيا وبيعملوا شغل كويس قوي فالموضوع هو بس البدايات لأن البدايات بتبقى صعبة والإنسان بطبعه بيرفض التغيير فلو حد بس طب طبع عليه كده قدني هت هي يمكن مسألك كمان أنه في الطريقة التقليدية المدرس أو المعلم هو متمكن من أدواته اللي بيستخدمها بقيله سنين كتير جدا جدا لسه الطريقة الجديدة بالنسبة له يمكن حيث أنه لسه مش حكومه تمكن قدام الطلبة بيها لكن مسألة التدريب هنا بقى مهمة جدا زي محضرتك بتقولي عايزة أسألك أستاذ مونة دخلتي في موضوع التدريب ده يعني هل دربت مدرسين حواليكي اطلبت للتدريب بما أنك دلوقتي خبير ومدرب في مايكروسوفت أولا أنا دربت ألاف المصريين ألاف المعلمين جوة مصر وبرى مصر أونلاين ولا فيس توفيس عظيم أنا ومجموعة كبيرة جدا من المعلمين الخبراء على مستوى مصر بنعمل مجهود أن نحن نوصل لأكبر قدر ممكن من المعلمين وأن نحن نطمنهم في البداية وأن نحن نقول لهم إزي يبدأوا وفي نفس الوقت كل البرامج اللي أنا بشتغل عليها هي مهيئة للإند يوزر بمعنى أنه إزاي زمان علشان نتعلم برنامج فأنا محتاجة أسبوع محتاجة شهر لا أنا ممكن دروقتي البرامج بعد ساعة واحدة حضرتك توبي جود يوزر لها فالبرامج مهيئة أنها للمعلم أنه يعرف يتعامل معها أبسط كتير جدا وسهلة على أي حد يعني مهما لمحتاجة لغة ولا محتاجة سن ولا محتاجة أنك أنت تكون عندك معرفة بالكميوتر قبل كده لا أنت محتاجة بس أنك أنت تتدرب تدريب كويس التدريب والتأهيل التدريب والتأهيل كلمة السر في الموضوع كله هي فكرة التدريب وتأهيل ويكون فيه نوع من أنواع التحدي والصبر على الذات ده صحيح والغلط وارد يعني كلنا بنام الأفضاء لا يوجد حد ينجح غير ما يفشل مرة واثنين وثلاثة ده يعني كل الناس والأسماء المشرفة الأسماء اللي مع كلها في يوم من الأيام مرت بمراحل فشل لكن كان عندها تحدي النهاردة عندنا دلوقتي في منظومة أو استراتيجية جديدة للتعليم وفكرة التعليم الأونلاين اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية اللي حققت نجاح يعني كان فيه تخوف عند أولياء الأمور تحديدا لكن مع إعلان نتيجة السنوية العامة شفنا المستوى الحقيقي للطلبة وشفنا نزول الحد الأدنى للجامعات كمان فبقى فيه عملية توازن سواء ما بين الدراسة ما قبل الجامعية والجامعات شايفة إزاي نقدر اللي احنا نكسر الحاجز ده أكتر وبكرة رايحين لفين طبعا إحنا بكرة رايحين لأفضل إن شاء الله والدنيا يعني بتتغير للأحسن مش معقول أنا كوحدة ستة مصرية أكون شايفة وعارفة أني فيه بنك المعرفة المصري للناس كثيرة ما بتستخدموش لحد الوقت دي جريمة بصراحة شايفة ده بيفيد فيه أنا شايفة أن استخدام بنك المعرفة دي حاجة قومية لأن إحنا كمصرين كلنا دفعنا فيه ولما نكون عارفيني ندريه أكبر مكتبة ديجيتال على مستوى العالم فيها كل المصادر موجودة مجانية فيها المصادر موجودة بأشكال مختلفة من أول الطالب يدخل ياخد جيم ياخد الشرح الكويس يعني حرام يعني حرام نكون الحاجات دي كلها موجودة وإحنا نرفضها أو نطلع مبارجات أي حاجة حتى كان الأول وإحنا في احتياج كمان يعني الأساليب والأدوات الجديدة دي علشان نشدهم أكتر للعملات التعليمية طبعا وهما هيعرفوا بيوبوسيل في الليرنر يعني هما لو تعلموا بالطريقة دي هيعلموا نفسهم ويوصلوا لحاجات كتير جدا حتى التسجيل على بنك المعرفة كان الأول بالرقم القومي سيادة الوزير يعني عملوا أنك إنت ممكن تدخل حتى على طول عشان تستفيد من الرسورس عشان يساهل على الناس ويشجعهم آه فطبعا إزاي أنا إزاي يكون عندي حاجات زي كده ومستغلهاش يعني حاجة قوية جدا جدا يعني من خلال حضرتك طبعا بنادى وكل أولياء الأمور أنهم يستغلوا عن بنك المعرفة ويخلوا أولادهم يدخلوا عليه أستاذ مونة مراد بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة تشرفنا بحضرتك أنا الشرف لي شكرا لك يا أستاذ مونة